حققت تلميذ الجزائري عبدالإله حمادي من ثانوية أقول العلامة عبدالحميد بن باديس بحمام الظلعة في ولاية المسيلة إنجازاً متميزاً بحصوله على الميدالية الذهبية في الأولمبياد العربية للرياضيات 2024 التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة هذا وأظهر عبدالإله أداءاً استثنائياً يعكس تفوقه العلمي ومهاراته العالية في حل المسائل الرياضية المعقدة متفوقاً على نخبة من ألمع العقول الشابة من مختلف الدول العربية ويعد هذا الإنجاز شهادة على جودة التعليم في الجزائر خاصة في مجال العلوم والرياضيات ويمثل فخراً للولاية والوطن بأكمله مرسخاً مكانة الجزائر في المحافل العلمية الدولية